مساء السكر يا سكر هنعمل مع بعض النهار ده رؤاء باللحمة المفرومة يعني حاجة كده بتمشي في كل الاوقات في رمضان في العيد كل سنة وانتو طيبين رمضان قرب والحاجات دي في رمضان بتبقى حلوة قوي هعلمك تعمليه ازاي بلونه جميل كده معاكي ونعمل مع بعض اللحمة المفرومة بقدر اللحمة دي بنستعملها في حاجات كتير في الرؤاء في جلاش وميكارونا بشمل في اي حاجة مميزة قوي وطعمها هيعجبك والطريقة كمان هتعجب اول حاجة معناية سكر هنعمل اللحمة المفرومة دي معلقتين كبار من الزيت علشان انا اللحمة بتاعدي فيها نسبة دهون لو انت مختارها حمرة خالص ممكن تقيه لو عايزت كتاري الزيت يعني تخليهم 4 معالق براحتك زي ما انت عايزة ومعانا بصلتين متوسطين مفرومة في الكبة او مبشورة زي ما انت عايزة انا بقى مفرومة في الكبة معاها حباية من الفلفل الرومي الاخضر يدي طعم حلو قوي ورحة جميلة هنحط على النار الزيت وبعد كده نحط البصل ونقلبه كده لحد يعني لونه ما يبتدي يسفر كده مش يحمره خالص يعني يسفر كده وبعد كده نبتدي نحط اللحمة بتاعتنا ونقلب اللحمة بتاعتنا دي ده نص كيلو من اللحمة المفرومة في عمان البصل حطينا عليه رشة ملح بس بسيط عشان خاطر ما يغيبش معاك وياخد اللون الدهبي على طول هنبتدي نقلب بس كويس زي ما انت شايفة لحد اللحمة ما تبتدي لونها يتغير اول ما يغير لونها هنحط التوابل بتاعتنا معلقة من معلقة الشاي المعلقة العادية بتاعتنا مليانة من الطوم المفروم ومليانة من الملح ونص معلقة فلفل ونص معلقة من بوهار اللحمة ربع معلقة من الكزبرة الناشفة ونص معلقة من البابركة التوابل دي لو فيها اي حاجة انت مش بتحبيها ممكن تستغني عنها بس بجد هم مع بعض كده بيدوا ريحة وطعم والخلطة كده كلها بتبقى جميلة قوي هنبتدي نقلبها كده زي ما انت شايفة بعد ما قلبناها وبتدت خدت زي ما انت شايفة اللون جميل حطيت معلقة صغيرة من الخل الابيض بيشيل اي ريحة مش حلوة فيها خليط عمها جميلة وبتستوي بتبقى جميلة وبعد كده حطينا نص كباية من المياه المغلية وهنقلبها نوطي ونسيبها بقى لما تستوي ممكن نحط نص كباية او كباية يعني كل ما تتشرب المياه ولقيتها لسه ما استويتش حطي مياه تاني بس المهم يعني المياه تكون مغلية بتاخد مثلا تلت ساعة ولا حاجة بتبستوت وزي الفط بس هنسيبها تبرد وتعالي نعمل بقى الرؤاء بتعمل دي السمنة اللي احنا هندهن بيها سمنة على زيت عايزة زبدة زي ما انت عايزة برحتك احنا هنبتدي ندهنة في القارب بتاعنا اللي هنعمل فيه لو عندك المقاس اللي هو التلت قارب في بعض ده المقاس الكبير اعملي بقى ايه عايزة تعملي صانية كبيرة عايزة تعملي صانية صغيرة زي ما انت عايزة عندك بقى مدور او مربع او مستطيل يعني هورديكي ازاي حتى لو مدور والقارب بتاعك مستطيل تعمليه برضو مفيش مشكلة احنا بنبله في مية زي ما انت شايفة تهنين القارب زي ما قولنا وبعد كده هتبتدي تكسري زي ما انت شايفة كده بصي وتملي اللي بتكسريه تملي بيه الفراغات الفاضية عادي وهو اصلا ما بيبانش التكسير ده ما بيبانش خالص لو انت عايزة بقى تبليه مش في مية عايزة تبليه بشربة مفيش مشكلة بس تسيبها لما تبرد لازم لما تبرد عشان ما يتبلش من الجامد وتقدري تتحكمي فيه ممكن عايزة تحطي على المية مكعب مرأة برضو بيبقى طعمه جميل يعني اللي انت عايزة والمتوفر عندك توقفيش نفسك عملي اللي يعجبك زي ما انت شايفة كده بنكسر ونملى الفراغات اما حاجة كل طبقة بنحطها من الرؤاء لازم ندهنها سمنة علشان يطلع مورق كده ولونه جميل معاك من جوه ومن بره انا حطيت ست طبقات تحت وهحط الحشوة بعدين ست طبقات من فوق انت يعملي زي ما يعجبك بس هو كده مظبوط لو عايزة اقل من كده الطبقات عايزة يبقى بس مفيش مشكلة براحتك خالص بعد ما حطيت ست طبقات وكل طبقة زي ما اتفقنا دهننا بالسمنة حطينا اللحمة المفرومة لحشوة بتاعتنا بعد كده كملنا بقية الست طبقات التانين وعلى فكرة دي اللحمة دي نصها يعني ده يعتبر ربع كيلو من اللحمة يعني المقدار اللحمة ده يعمل لك اصاب كبير او صنيتين من المقاس ده زي ما انت شوفت كده يا سكر بعد ما خلصنا الطبقات كلها قطعناه لازم تقطعيه قبل ما يدخل لان بعد ما بيطلع بيبقى نشوفه مقرمش واشتعرف يتقطعيه بنقطعه كده بالتقطيع اللي انت عايزها الحجم اللي انت عايزها وبعدين ندهن وشه ده نتسامنا من اللي احنا كنا ندهنها في النص وبس يكون الفرن بتاعنا متسخل على درجة حرارة 200 حطه في الرف اللي في النص لحد ما يبتدي ياخد لون حلو بيبان من الجناب لو ما خدش لون من على الوش بتشغليره الشواية بسي تحفن يطلع جميل قوي ومقرمش جدا طاري من جوه ومقرمش من برا ومش طاري جامد من جوه مبلول كده لأ طاري طراوة بسيطة اللي هي طراوة اللحمة لكن كله مقرمش والطبقات فيه بينه ولونه جميل قوي زي ما قلتلك لو ما خدش لون من على الوش شغاليله الشواية هنبتدي بقى نسلك التقطيع اللي احنا قطعناها يا كده كده متقطعه جميلة ونقدمه بقى في الطبقة بتاعنا الجميل لو انت مش بتحبيه مقرمش جامد وعايزة يعني يطرى شوية بسيطة بمكنت تحطيله كبشة شربة على الوش بيبى حلوة قوي برضو وبتديها طعم جميل لكن انا بحبه مقرمش كده وطعمه جميل بجده هتنبسطي منه قوي وهياجي بولاديك جدا ولو انت عندك عزومة او حاجة ممكن تعمليه كل سهولة تعملي بدل لو انت مش عزره الجلاش برضو بيبى حلوة قوي بجده هتنبسطي قوي قوي من طريقة اللحمة دي كمان يا رب بقى تكون الوصفة عجبتك ما تنسيش بقى لايك وشير لو عجبك الفيديو ولو عملتي الوصفة صوريها وحطيها في جروب الفيسبوك لتطبيقات وصفاتي عشان اشوف عمال ايديك الحلوة موسيقى